زي ما تبعنا مع حضراتكم من صباح اليوم ومن قبل موعد فتح اللجان يمكن من الساعة 8 الصبح والمصريين بدأوا يتوافدوا بشكل كبير على اللجان علشان يدلوا بصوتهم في العملية الانتخابية يتبعنا أيضا صباح اليوم ادلاء المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي بصوته في العملية الانتخابية من مقر اللجنة في مصر الجديدة وبدء توافد المواطنين في العملية الانتخابية اللي ادلاء بصوتهم من التاسعة صباحا بشكل كبير من مختلف الفئات الحقيقة الكثير من الأوضاع الجيوسياسية المحيطة بمصر من كل النواحي لكن بالرغم من ذلك تمت العملية الانتخابية للمصريين في الخارج وأيضا للمصريين في الداخل اليوم والمستمرة على مدار 3 أيام النهاردة وبكرة وبعده إن شاء الله 10 و 11 و 12 من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بالرغم من كل ما يحيط بمصر للمزيد ولمزيد من التفاصيل عن ما يحدث وعن العملية الانتخابية وعن الأوضاع المحيطة بمصر شرفنا يكون معانا في الستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحى رئيس تحذير مجلة السياسة الدولية أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أستاذ أحمد خلينا نبدأ بالعملية الانتخابية في ظل ظروف الرهنة المحيطة بمصر الظروف دي أثرت على مصر بالشكل الكافي اللي تخليها تتأثر بالعملية الانتخابية إن هي ممكن كانت ما تتمش من أساسه ولا إصرار الدولة على إنها تتم كان ده تحدي كبير ورسالة قوية لعالم كله طيب خلينا نبتدي من الآخر هو لا يمكن للدولة المصرية الحريصة على تعميق فكرة المؤسستية وتقديم علامة وطنية للدولة مختلفة عن مراحل كثيرة سابقة أن تتراجع عن استحقاق انتخابي في توقيته ده أمر مهم جدا لازم نحطه في اعتبارنا هذه الدولة سابتة رسخة لديها من القدرات والمقدرات ما يمكنها من مواجهة التحديات وفرض كلمتها وإراداتها في أي ذمان ومكان وبالتالي الاستحقاق الرئاسي أو الاستحقاق الانتخابات الرئاسية اللي هو بيمثل الاستحقاق الثامن بعد صورة 30 يونيو الشعبية العظيمة وخامس استحقاق انتخابي رئاسي فيه تعددية كان لابد من إجراءه في توقيته والدولة المصرية وهي تأخذ هذا القرار يمكن أن احنا ابتدينا الإجراءات مبكرة وقبل التطورات الإقليمية فرضت أوضاعا صعبة على محيط ملتهب للدولة المصرية لكن الدولة المصرية كانت بتجري هذه العملية وهي تعلم جيدا الظروف المحيطة والتحديات المحيطة بها دوليا قبل هذا التحدي يمكن دوليا انت بتتكلم على عالم غابت عنه العدلة وغابت عنه معايير التوازن في إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بتتكلم عن عالم لا يراعي ما ينشره من قيم ازدواجية المعايير شفناها بشكل واضح خصوصا في الأزمة الأخيرة أحداث غزة أكيد يعني من البيئة لكورونا لروسيا أوكرانيا انت بتتكلم عن عالم لديه رؤية مختلفة يحاول أن يفرض فيها رؤيته أو إراداته على باقي الدول ده يمكن اللي حط العالم في مرحلة أنا بشبهها بانت في مرحلة حرب بردة جديدة غير معلنة ولكن علاماتها واضحة في العديد من الصراعات والأزمات حول العالم ترجمة نانسي قنقر